وحزام المعدة المعدة وهو في افول حاليا يعني لا يستهدم كثيرا في الفترة حالية ده فكرته ان انا باجي دايق المريء من تحت عند الواسطة ما بين المريء والمعدة فبيدايق العينين هو في الاخر انا عملت له نوع من صعوبة البلعة وتمنه غالي وهو بيقى فيه ريزرفوار تحت الجلد كده فكل شوية رايح جراجع من عند الجراح حشان ينفخ الحزام لو هو تبنيه جاي بتلجأ له لا هو حاليا ما حدش بيالجأ له اه ينوع حاليا اه اه في افول ده بقاتي لانه اسعره غالي جدا ونتائجه مش احسن حاجة في الكون وبيدايق المريض وبيعمل لما بنيجي نعمل عمليات تصحيح بعد الحزام بنلاقي تقريبا كل العينين عندهم تمدد في المريء وارتجاع في المريء فبيكون الحل ان احنا نعمل تحويل مصار وبيبقى حصرنا في ناحية واحدة بس في الحلول اشتركوا في القناة